رجعنا لكم مراتا يا مشاهدي نهارك سعيد وطبعا أكيد كلكم اتفقين معنا نحن بقينا في عصر الانترنت وبقت حياتنا كلها ماشية بالانترنت كل الناس مسكها الموبايل استعيتها أو التابلت استعيتها وعمالها شغالة بناش نشوف ناس مسكة كتاب كتير وليل أو يمكن الموضوع بدأ يندسر فعلا مبقيتش القومة تحكي لأطفالها زمان قصة قبل النوم أو أنا صغيرة كان عندي قصة صليلة قصيرة جدا أربع صفح ثلاث صفح دول وكل يوم نجيب واحدة وكل يوم نجيب واحدة وكنت بحب قوي القصص دي جدا حتى لما كبرتش بقيت أنا بقراها من نفسي ده ما بقاش بيحصل دلوقتي الحقيقة الأطفال النهاردة بقوا مع طول مسكين الموبايل بقوا مع طول مسكين التابلت وبيدخلوا يخشوا على مواقع يلعبوا جيمز والحاجات دي كلها اندسر الكتاب تماما نهاردة معنا ضيفة الضيفة دي قررت أنها تعمل إيفنت كبير وتشرح للأطفال وتقرأ لهم قصص بالصوت وبالصورة لفت حضانات ومدارس والحقيقة دي نقول لها إيه بقى نقول لها تحية كبيرة على أنت بدأت تفكري إزاي ممكن نخلي أطفالنا يتعلموا يقروا أو يمسكوا كتاب دي حاجة مهمة أو الحقيقة خلينا نخش في الموضوع على طول ونتعرف على الأستاذة حنان الطهر هي صاحبة فكرة يحكى أن سبع خير الأستاذة حنان إزايك تحية كبيرة لجد الموضوع جد فكرته إزاي ليكي وإمتى حصل الموضوع ده إيه بقى حكاية يحكى أن شمعنا يحكى أن أنا من كم سنة كتير من مدة كبيرة كده كنت تفكر عايزة أعمل مشروع خاص بي وكت مهتمية جدا أن أنا أعمل مشروع أم باشنة أباوت يعني حاجة بتمثل الشغف بتاعي فقعدت كتير قوي أتفكر عبال إيه الحاجة اللي أنا عندي شغف بيها إيه أكتر حاجة بحبها فلقيت أن أكتر حاجة بحبها القرية أنا فعلا بستمتع بيها وبحبها فقررت أعمل مكتبة كتب أطفال لأول مكتبة كتب وبعدين شوية الفكرة تطورت إنه لأ أنا عايزة يعني فكرة كبيرة إنه الأطفال تقرأ وإنحنا يبقى فيه جيل قارئ لأن إحنا للأسف الثقافة الإراية عندنا مش منتشرة في بلدنا فنبتدي بمين لأ نبتدي بالأطفال عشان يبقى خلاص الإراية عندهم بالزبط يعني إلا إنه الناس الكبيرة في السن بتحاول تدخل الإراية فحياتهم بيتعابوا شوية في الأول فلما تبقى موجودة في حياتهم وهم صغيرين الدنيا بتبقى سهلة يعني خلاص هو الكتاب موجود بيلاقولها وقت يعني بيلاقولها وقت خلاص تبقى ممتعة وبيقوا مبسوطين وبيحبوها وفي حياتهم مش حاجة دخل عليهم يعني فالفكرة جات من كده حلو جدا جدا إزاي نقدر بشكل صحيح ننشر ثقافة القراءة عند الأطفال شكل صحيح يعني بسيحنا الأول عايزين نغير شوية مفاهيمة زي مفهوم بتاع إنه كتاب مرتبط بالمذاكرة اللازم نقعد نحشر في مذاكرة طول السنة وبعدين آخر السنة اللي عارفة الحركة الطبيعية تعد كل الأولاد نقطحها آخر السنة طب نعمل إيه؟ عايزين بس نبتدي نفهم يعني مش نفهمهم نفهم أولياء الأمور بقى؟ أولياء الأمور والأطفال إنه القراية ممتعة جدا وفن جدا إحنا دايما القراءة مرتبطة بإنه حاجة مملة وكتاب كبير وتخين لا ده الكتب الأطفال كمان كتب جميلة جدا جدا وممتعة جدا وفعلا فعلا 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 الولاد بيطلعوا من القعدة الحقيقة والقراءة مبسوطين لو عبتنام لي خيالهم بقى لو إحنا لو تكلمنا عن المميزات بقى أنا هسيبك أنت تخوضي فيها أكتر يعني لأ طبعا أنت حضرك عندك حق جدا يعني الخيال من الحاجات الأطفال بالذات الزمن ده مفتقدها أنه هو يتخيل الشيء الحاجات كلها بقت بوكسز ومرسومة وخطه هو شايفه ولعب عارف يروح فين ويجي منين بقينا فعلا عايشين في بوكسز يعني آيبادز بي أس بي أو ريفر اللاعب اللي بيلعبوا بيها يعني القراية بتعمل ده جدا خيال ويروحوا يقابلوا ناس الحط الحلوة بقى اللي احنا نرحبها يقابلوا شخصيات جديدة يروحوا يتقابلوا حيوانات منقرضة وعملوا مرتوها فلا قد القرية ممتعة جدا جدا يعني هما فعلا أنا بشفق على الأطفال اللي ما بتقراش أو الناس اللي ما بتقراش أنه مفتقدين متعة حقيقية وكواليتي تايم ده بقى اللي احنا بنقعد نقوله لأهالي أنه لما بنقرأ مع الأطفال يعني عشر دقيقة دايما بقعد نقول لأهالي اللي مع دهمش وقت كبير يقرروا مع أولادهم وحنا فاهمين أنه الدنيا زحمة والجنيا بقت غالية فبنحن نشجع بالضبط كده فبنحن نشجع أنه عشر دقيقة قبل النوم بس نقرأ أنه ندخل الكتاب في حياة الولد أنه في حاجة اسمه كتاب يمسك ملمسه حتى ومهو صغير خالص يمسك ملمس الكتاب يبقى فاهم نقرأ أشاور له على حاجة أفهمه حاجة والوقت ده إحنا بنسميه كواليتي تايمي من سن كام أستاذ حنايم لازم نبدأ نغرز فكرة الثقافة القرية عند الأطفال أنا عايزة أقول لك أنه دروقتي بيقول للأمة وهو البيبي في بطنها يمسكي كتاب وقري فلا من الأول خالص من دي وان من دي وان لو هتعملي سيستم للأطفال أنه قبل النوم يعني أنا مثلا أنا صغيرة والدي كان لازم يقراري قبل النوم لأ كان بيحكي لي قصص قبل النوم وكت بستنيها وكت وأنا فاكرة خيالي كان بيمشي إزاي في القصة يعني الحاجات دي بتنمي جدا على أطفال يعني أنه الخيال والمتعة بتاعة الحكي أصلا الحكي على فكرة الحكي ده من الحاجات الممتعة جدا من الحاجات الأزيمة في حياتنا في حياة الإنسانية يعني إنه حتى زمان كانوا بيعودوا وإحنا نتجربناها مش عايزين نحرم أولادنا منها بالظبط صح؟ بالظبط جدا أنا بزعب جدا والله هنا أنا عايزة يعني فعلا كلنا كلنا كده نعمل مجهود إزاي ممكن نحبب أولادنا في القراءة بس خدي بالك يا أستاذة حنان إن إحنا دلوقتي ده جنريشن التوتش يعني بجد الموبايلز دلوقتي مجهودة في إيد الأولاد اللي عندهم سنة ونص يعرفين يعني بيعرفوا إزاي يفتحوا ييفلوا يدخلوا فنعمل إيه في السوشيال ميديا اللي بدأت تسيطر على عقول الأطفال وللأسف الشديد برضو الأمهات أحيانا ما شغول عايز تعمل حاجة فهو بتسيب له فهمت التابلت أو الآيباد أو الموبايل يعني عشان بوسي أنا متفهمة جدا وده سنة دي سنة حياتهم هو ده جيلهم وده شكل حياتهم وده شكل الدنيا بتاعتهم كده ومتقبلين جدا بالنسباني أنا والواحدة شغالة في البزنس بتاع الكتب ده كومبيتشن يعني أنا بعتبر الآيباد والحاجات دي كومبيتشن مش هلأ أساسية لأ يعني بالنسباني أنا مش أساسية لكن إحنا بنعتبرها موجودة شيء موجود ولازم نتعامل معي ومعنديش مشكلة نتعامل إن يبقى موجود وكل حاجة بس ندخل الكتب جنبها جنبها لازم على أقل إن إيه لها وقت قبل النوم مثلا بسيط أعتقد أنها هتكون اختراق لطيف إحنا كمان بنقول حاجة لو تسمحيلي إحنا دايما يعني الأهالي دايما بتهمها جدا فإحنا بنقول دايما إنه زي ما رياضة بتنامي الجسم وبتخلي الولد وقته مقليان بحاجات مفيدة مضبوط وديره ثقاف نفسه وتنامي عقله بالزبط كمان القرية بقى بتبني شخصية ما إحنا دايما بنقوله بقى إحنا عايزين نبني شخصية ويطلع ولد أو بنت عندهم أسوياء وعندهم نظرة وعندهم أفق واسع وبيعرفوا إزاي عندهم برسبكتف كل ده بتعمله قرية فإحنا كمان بنشجع للقرية بتبني بقى الكاركتر يعني الرياضة بتبني الجسم والقرية بتبني الشخصية نحنا بندفع ملايين في المدارس عشان أولادنا يتعلموا وهمهم بيحبواش الكتب أصلا مش عايزين يقرؤوا مش عايزين يخلاصوا بسرعة يعني طب وملايين طب يا جماعة اللي بتدفعوها دي في المدارس يعني لا المدارس مهمة والمزاكرة مهمة وكل حاجة فاهمة أنا قصدي أنه فكرة أنه الطفل مش عايز أصلا يمسك الكتاب كاره فكرة البق عشان احنا بنحشي عشان احنا مشكلتنا أن الولد مرتبط به أنه لازم أذاكر لازم الكتق والموضوع الداخل مرتبط بكتاب فإحنا بس هي الفكرة أنه بجد الموضوع ممتع جدا يعني أنا يعني ممكن بقعد أتكلم على الأهالي كتير جدا قد إيه الولد اللي ما بيقراش أو طفل اللي ما بيقراش بي يعني بيسامه إيه فاقد متعة فاقد متعة مهمة فاقدتوا حاجة بالضبط طب أنتو بتقدموا الإفنس بتاعتكم فين أولا أو أستاذ حالان أنت بتقدمي الإفنس بتاعتكم فين بوسي إحنا في الأول كنا بتقدمها في حتة كتير حتى بكل من دف القاهرة كلها ومحافظات وكده مين بقى بتلفه؟ إنتي عاملة تيم وورك؟ إحنا عدنا إحنا شركة إحنا شركة وإحنا إحنا اتنين مين إتبنت على أساس إيه الشركة دي؟ إنتي كنت يناولي تعملي مكتبة كتب هي مكتبة كتب؟ البيزنس بقى تحول الشركة شركة إيه؟ هي مكتبة كتب بس إحنا لسه ما عندناش مكان بس ننزل معارض أكتر حاجة عشان الناس تشوفنا ونتعرف عليهم والكتب بتاعتنا تبقى متاحة لإحنا الحقيقة إحنا بنقي كتبنا على الفرازة يعني إحنا الكتب بتتقري الأول ونتطمن هي كتاب حلو وحتى كواليتي حلوة ورسومات حلوة يعني لس عشان توصل لكم وتروح لكم فيه؟ إحنا عندنا في بيج بتاعتنا على الفيسبوك إحنا موجودين على السوشال ميديا جدا 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 إن مكتبنا موجود في مدينة نصر وإحنا بنتحرك ما بين مصر الجديدة ومدينة نصر وعملين إن شاء الله سامر بروغرام في الصيف سامر ويركشوب هننزل بيها حضانات برضو بس مصر الجديدة ومدينة نصر غير أنتوا إيه بقى؟ لا ما ينفعش كده الاحتكار بتاع مصر الجديدة دي مهندسين شوية نحن إن شاء الله هنحاول ننطلق يعني هنحاول نتحرك بيها إن شاء الله ما فيش غيركو بعد الوقت يعطاقب بيعمل كده فلازم تتوسعه شوية يعني أكيد فيه بس إحنا المسكين للحيطة بقت القرية ومتبتين فيها لازم نشجع القرية يعني إيفان ساعتكو متنقلة معارض حضانات مدارس بتروحوا بتعملوا إيه في المحضانات لما بتروحوا يعني إحنا هننزل إحنا عملنا ديلز لسه بادية مع حضانات قريب إن إحنا هننزل معهم في الصيف عاملين بروغرام حلوة قوي لعلاقة يعني مركزين جداً إحنا نحبب الأطفال في القرية تاني والسن الكبير عامل له زي نق كتاب وإيه ويحاول يوصل إزاي يحب الكتاب يعني إيه أكتر كتاب بيحبه يوصل يكتشف نفسه الله حلوة يعني إيه نق كتاب الله عجبتني إزاي بقى فيه تكنيكس يعني هنعمل لهم فيه ساعتين في الوركشوب دول هنعلمه إزاي يختار الكتاب اللي هو بيحبه وينقيه بز على إيه فإحنا عامل اللوم ده كبه إن شاء الله فالديلز دي هتتم إن شاء الله فعلياً على أرض الوقع وتنزلوا تنفذوا البروغرام ده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تفتكي إحنا مش محتاجين في الأول طيب ننشر ثقافة الأطفال عند الكبار يعني عند بابا وماما اللي هو من الجنريشن بقى بتاعنا إحنا بقى لو عند تلوقتي الجنريشن اللي هيكون مستقبل مصر إحنا تحكي لنا بس فقدنا ده برضو شوية إحنا برضو لحقنا جزء حلو ودخلنا بقى على الجزء بتاع السوشيال ميديا والإنترنت والتوتش والحاجات دي كلها إزاي ممكن ننشر الثقافة في فجلنا عشان نقدر نغرسه أو نتبت كده عند الأطفال فكرة إن أنا لازم يبقى عندي كتابي اللي أنا بحبه عشان أقرأه عشان أخلصه عشان أجيب غيره إحنا دلوقتي بنعمل إيه بنخلق أو بنخلق المعرفة يعني عند الأهالي إنه يا جماعة الكتب مهمة خلاص فإحنا بالأورنس دي بنحاول نوصل القنصب بتاع الكتاب إنه يخش في حياة الطفل في الأول الكبار إحنا عشان مركزين على أطفال عشان إن شاء الله لما يكبروا خلاص مبقاش عندنا مشكلة الكبار اللي إحنا بنواجهها دلوقتي يبقى خلاص الجيل ده وباي دفولت لولادهم هيبقوا خلاص يعني هم هيدخلوا لولادهم لأنهم فهموا قيمة فإحنا ده اللي إحنا شغالين عليه دلوقتي إزاي ممكن نحكي طيب القصة كده بشكل مبسط وسريع للأطفال وإمتى كده هم ممكن لوحدهم يمسكوا الكتاب ويقروا بنفسهم من غير أي مساعدة طيب إحنا إراءة الكتاب لو إحنا الأب والأم بيقروها يعني لو سن صغير هي ممكن تقرأ أي قصة لأي سن خلاص لو سن صغير هتبتدي تمثل وتغير في صوتها يعني ما تمشيش بالزبط باللي مكتوب عشان السن يتغير باللي هو يخامه أه عشان هو زب باللي يقدر يلقطه كل ما يكبر الكتاب نفسه ممكن يتقري لكذا سن فممكن لما يكبر نبتدي بقى نقرأ اللغة العربية الصح أو الإنجليش الصح يعني ما نرميش الكتب ما نفردش فيها كلمة نرمي دي أسن يعني كلمة أنا ممكن نخش فيها السجن مفروضة بالبلاد بره ممكن تدخلوا فيها المواطنين بالسجن لأ أنا عايز أقولك أن أنا في كلمة نرمي الكتاب دي يعني موقعتك ها؟ لأ سوري كتب فلأ يعني الكتب نحتفظ بيها ولو الولاد نكبره خالص بقى بنبتدي ممكن بقى نشوف حد أصغر السن نورسها بقى نورسها ما هي جولد يعني أنا لو مكانهم هخليها الأحفاظي يعني أنا لو كده هسيبها الأحفاظي أنا بالنسبة لي كتاب عمل إزاي تبهب بالزبط بس عارفة أبسازة حنان أنا فاكرة أنا صغيرة كان في قصص كده رطيفة قوي كانت بصور ويدوبك كلمتين تحتها موجودين في كتب الصغيرة البنات كمان بيحبوها قوي كلمة سطرين ورسومات وتعلمك حاجة وفي نفس تطلعي متعلمة حاجة وبتفضل موجودة ومبسوطة والصور حلوة والألوان حلوة موجودة في كل حياتة في كل مكتبات؟ موجودين في كل الأماكن وفي مكتبات كتيرة موجودة فيها والدنيا سهلة والدنيا سهلة وده اللي عايزين نوصله للناس والله القرية مش حاجة صعبة خالص مش عايزة الأهالية تستسعب خالص حاجة حلوة جداً وبجد متعة حلوة جداً يعني هم هيستمتعهم بيقروا أولادهم على فكرة احنا بنعمل مجهود أكبر على فكرة من كذب كتير فحاجات تانية كتير بالزبط فيعني أعتقد اللي حريك بتبيضها يعني بقى خلص أتمن إن أنا كده أقدر أسيب ابني أو بنتي يقرر لوحدهم عم سنة كم؟ يعني ست سنين ممكن تختاري معهم الكتاب حاجة صعبة يرى يعني أنا برضو فيه تكنيج كده بنتعلم نقرأ إن نشوف الكتاب ده مناسب لسن يعني مثلاً من الحاجات البسيطة إنه نفتح الكتاب ونخلي الولد يقرأ سطر لو عارف مثلاً خمس كلمتي بالكتاب ده مناسب ليه طب ليه الكتب عندنا مش متحددة؟ مش متحددة لها سن؟ متحددة لا 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 متحددة لو دخلت مع أي مكتبة وقلت لهم أنا عايزة لسن كزا يقول لك موت فيه أوكي طب ده ده عظيم هايل لا أنا يعني بجد ما أكونش عارفة كمان المتحدد لها سن طب ده كويس حلو قوي السور مهمة في الكتب للأطفال طبعاً طبعاً لا يعني يعني مش اللي ولد مش هيقبلها يعني لا أنا بقول لك على حاجة أنا ذات نفسي صور بالنسب لي مهمة يعني الكتاب لم يبقى حلو ومرسوم حلو والخط أنا بيفرق معي الخط على فكرة بتاع الكتاب الكتاب لم يبقى حلو بيفرق معي أنا سمعت إنه في دراسة غربية بتقول إنه الأطفال اللي بيتفرجوا على التلفزيون طول الوقت ما بيقروش بيطلعوا زكاءهم قليل بشكل خطير مش بشكل عادي حتى الدراسة كانت بتقول أنا فاكرة إنه إذا كنتي عايزة ابنك ما يطلعش بمعنى صح غابي إيه في للتلفزيون؟ هو بص التلفزيون لي أضرار كتير بصراحة وبالذات قالوا للسن الزغير اللي هو لغاية أربع سنين ده مفروض ما يتفرجش على تلفازين خالص خالص لأنه بيأثر جدا جدا فعلا لأنه حتى حطي نفسك أنت لو قاعدت فتح عليكي للتلفزيون كتير بتتعبي صورة 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 فهي بيأثر على الطفل اللي هو لسه بقى بيكون يعني بتتكون ما يعرشي يرتب الصور ورا بعض بهدوء وبتأثر يعني الدراسة دي كانت تقول لنا هي بتأثر على شيء ما في الكتب المخ أنا مش يعني مش يعني مش فاكرة لقصة إنه إنه الكتب كمان دي هتطور لي من طبعا زكاء ابني طبعا يعني هتخليه جينيس مش هتوقفه عند عند لبل معين وفي الآخر هيبقى لك عندك كاركتر ليه بقى لأن الكتب بتعمل إيه بتخليك تقابل ناس فتفهم في شخصيات الناس خلاص وبتشوف مثلا شخصية من الزاوية دي ومن الزاوية دي ومن الزاوية دي بتبقى فاهم مثلا الشخصيات إزاي بتتكون تفهمك أكتر في الحياة ممكن الأطفال يكتشفوا نفسهم من خلال الكتب بالضبط هو ده اللي أنا يعني دي الحاجة المهمة جدا إحنا بنقعد سنين عشان نعرف نفسنا ونتصالح مع روحنا يعني الكتب بيسهل جدا لأنه بينور لك مناطق كده أنت ما تكونيش شايفاها فالكتاب مهم جدا جدا يعني أنا بقر بقر إحنا عندنا مرض كده متفشي إن إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه دايما مرتبكين تفكرنا مرتبك مش عارفين نرتب أفكارنا هل القراءة من الصغر تساعد الشخص إن هو يبقى مرتب أو أفكاره مرتبة؟ بصي الإراية بحاجات كتير بس الإراية زي إيه؟ الإراية بتخليك بتوسع لك مدارك فالدنيا عندك بتبقى أوضح شوي نعم غير اللي ما بيقراش اللي ما بيقراش خلاص حياته بقص مقفول لكن اللي بيقرأ لا بيسافر فعلا بمعنى كلمة بيسافر فآه صح فعلا بيسافر هو في مكانه فعلا دي حقيقة فعلا فلا طبعا القراءة بتاعك كتير لازم أشوفك قريب ولما أشوفك قريب تكوني خلاص بدأت تتنقلي الكافرينج بتاعك أو التغطية بتاعتك لمنطقة نيغة المصر جديد عشان كلنا نستفيد بالإيفانتس اللي انتي بتعمليها لإنها الحقيقة جميلة وتستاهل جدا إن كل الناس لازم تتعرف عليها ربني خليك مسي قريب أنا بشكرك جدا أستاذ حنان عبودك معنا مجاهدينك معنا الأستاذ حنان الطاهر صاحبة فكرة يوحكى أن أتمنى كل الناس تخلي أولادها يتعلموا ويتعودوا على الإراءة على الإراءة عشان تبقى حاجة كده في دمهم نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نستقبل دولي بيس نهارك فعلا سلام اشتركوا في القناة